مرحبا أهلا وسهلا فيكم معي أنا فراث شاطر بحلقة جديدة من برنامج عالماشي والليوم حابب أحكي معكم عن موضوع ما بعرف إذا موجود عنا ببلادنا من قبل بس شد انتباهي لأنه موجود هون بألمانيا وهذا الشي هو بسموه بألمانيا زيبس خلفك أبا تخيل معي التالي أنت ولدت كإنسان ضرير أو بيوم ما لا سمح الله صار في حادث وأصبحت إنسان ضرير وما في أي طبيب بيقدر يساعدك نوعا ما بطريقة أو بأخرى رح تحاول تدبر أمورك ولي حتقدر تعيش بس تخيل معي لو تعرف أنت كتير عالم عندهم نفس المشكلة أنا متأكد تماما أنه هدول الأشخاص رح يحاولوا يساعدوك ويعطوك نصائح لحتى تقدر تلاقي حلول لمشاكلك لح يعطوك يدلوك على عنوين مؤسسات ممكن تدعمك نفسيا أو ماديا وحتى كمان ممكن هدول الأشخاص يدلوك على أماكن حفلات تتعرف فيه على ناس أكتر عندهم مشاكل شبيهة من مشاكلك أو حلول لمشاكلك مجموعات مثل هاي موجودة منها كتير بألمانيا وبيسموها زيبس هلفيكوبة بهاي المجموعات بلتقوا أشخاص عندهم نفس المشكلة وبيحاولوا يساعدوا بعضهم البعض ليلقوا حلول هاي المشاكل هاي كروبات في منهم كتير بألمانيا مثلا فيه كروبات للأشخاص المقعدين يلي بطروا يتحركوا على الكرسي المقعد أو فيه كروبات للأشخاص يلي عندهم أمراض مزمنة واللي هي الأمراض اللي بتضل معك طول حياتك مثل مرض السكري أو ما شابه فيه كمان كروبات للأشخاص المصابين بمرض نقص المناعة المكتسب أو ما نسمينا نحن كمان الإيدز فيه كروبات للأشخاص يلي معهم مرض الزهايمر أو حتى قاربهم وعائلتهم يلتقوا ويحكوا عن المشاكي يلي هنين عم يعانوا منها هون ببعض الأحيان بشكله دول الأشخاص مع بعض منظمة بألمانيا أو شي بنسموه بألمانيا فعين أو ممكن كمان هنين بدون ما يكونوا مشكلين منظمة يلتقوا كأصدقاء بشكل دوري الشي الإيجابي بهيك اللقاءات أنه أنت عم تطرح مشكلتك على أشخاص عم بيعانوا من نفس المشكلة وممكن واحد أو أكثر من شخص لقوا حل لهي المشكلة أو على المقال اللي عم تطرح المشكلة على الأشخاص عم بيعانوا منها وقادرين يفهموها أما أنت لما تطرح على أشخاص ما بيعرفوا هاي المشكلة فكتير صعب إنهم يحسوا فيك أو يعرفوا بوجعك تماما حتى لو أنت طرحت مشكلتك على عائلتك ببعض الأحيان أو أغالبا لحيساعدوك ويدعموك بس مو دائما عندهم حلول لمشكلتك أو يمكن يتفهموا شو هي مشكلتك كمان في لقاءات للعوائل إنه العوائل يلتقوا مع بعض يحكوا عن مشاكلهم فمثلا تخيل عائلة عندهم طفل مصاب بشلل أو بإعاقة معينة فالتقاء بهيك جروبات مع أشخاص تاني ممكن يساعدهم ويدعمهم لأنهم يلاقوا حلول لمشاكلهم وين ممكن يطلعوا سواء مع الطفل أو حتى ممكن ينزلوا هدول الجروبات رحلة جماعية لحتى الأطفال يستمتعوا وبنفس الوقت الأبهات أو الأبوين يتعرفوا على أشخاص تانيين يقدروا يدعموا ببعضهم البعض ويحلوا حلول لمشاكلهم بشكل جماعي كلنا بنعرف المشكلة إنه مع تقدم العمر ممكن جدك أو جدتك يعانوا من مرض الزهايمر وبهي الحالة ممكن ينسوا اسمهم وحتى اسماء أطفالهم وبهي الطريقة ممكن يفقدوا التواصل مع العالم الآخر لهيك حتى بألمانيا في هيك لقاءات للجروبات اللي هنا معانهم من هذه المشكلة جروبات موجودين بعدة لغات باللغة التركية باللغة العربية لهيك أنا براية أنت لازم تتشجع وما يكون عندك أي خجل وتحاول إنك تلاقي للشخص المناسب اللي عنده هاي المشكلة مكان بجروب معين كيف ممكن تلاقي جروب مناسب لمشكلتك وأهم شي حتى لو أنت ما كنت بتحكي اللغة الألمانية أنا عملت عن هذا الموضوع فيديو تاني أكيد فيكن تشوفوه على هذا الرابط وأيضا روابط أخرى لهي متعلقة بالبحث عن جروبات لح تلاقيهم بالشرح تحت رفعتي هذا كان كل شي لليوم بتمنى الفيديو كان مفيد لإلكون إذا يعجبكن فيكن تشاركو مع رفقاتكن أو حتى فيكن تحطوا اسماء تحت لحتى يشوفوه هذا الفيديو وبالنهاية بتمنى للجميع نهار سعيد وفيديوهات أكتر من برنامج على الماشي فيكن تشوفوه على قناتي على اليوتيوب تسوكها أو فيكن كمان تلاقوهن على صفتي على الفيسبوك أنا فراس الشاطر وهذا كان كل شي لليوم ولا بقلكون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر